ايوه حديبي عندك ايه بقى في الفقرة الجاية بتاعتك في ايه طيب احنا شفنا في مقالي ومقاله بين مغرض ومفلس وجاهل وشفنا حقيقة الوضع في الفترة الاخيرة للأسف اللي بنتمنى للجميع فيها انه فعلا الكل يرتقي الى حيز الاهتمام بالرياضة بقيم الرياضة بمفاهيم الرياضة بعلاقات الرياضة بطبيعة حتى العلاقات الرياضية بين الناس مع بعضها لكن الوضع بهذا الشكل اعتقد بيخلينا نحط كلام كتير في الغربال عندما يستفزون المارد ايه اللي بيحصل شوفوا اللي حصل الفترة اللي فاتت مع المباريات الموجلة للأهلي وطبعا زبان الناس مسكة جدول الدوري وتشوف الاهل هيلعب المطش الجاي مع مين فندخلوا من أنهي سكة نضغط على المنافس بأنهي طريقة زي اللي يتقال على عماد النحاس زي اللي يتقال على كابتن محمد عبد الجليل زي اللي يتقال على كابتن أحمد سامي على أي حد هيلعب الأهلي وما تستغربوش أنه هيلعب كايزر تشيفز هيقول لك السودان هادي هيسيب للأهلي عشان بيتسوا مسلماني من جنوب أفريقيا وراء اخر ما هو بقى المنطق كده ربنا بس يعديها على خير ويقولوا اللي يقولوه فهي الفكرة كلها زي ما بقول له حضراتكم لماذا هذا الاستفزاز أولا محدش عايز ياخد باله أن الناس بتستسهل الكلام فأضايا في منطق الخطورة أنا لما أطلع هنا من قناة الأهلي أتاهم نادي الزمالك الشقيقي الكبير للنادي الأهلي بأنه بيكسب مباريات بشكل غير أخلاقي دي جريمة كبرى وده تصدير لمعاني عند الشباب في منطق الخطورة وإساءة لقيمة نادي في منتهى التجاوز الناس بتستسهل الاتهمات الخطيرة على أنه لعب كده ناس صغيرة لا أنتوا بتتكلموا في جرائم إن صحت تهز الجبال بجد لو صح إن فيه فساد يقى إلى هذا الحد دي مصيبة كبيرة أنتوا بتتهموا ضمائر وتتهموا أخلاقيات وتتهموا شرفاء باستسهال عارف ليه ما عادش فيه حساب أنت لما تذكر في بداية في الخمسينات وفي الستينات المكان اللعيب يتعرض لشوبها ده وصلت لحد شطب لعيبة أسماء كبيرة جدا تشطبت وآخرهم هشام عبد الرسول في مباراة المينيا والمريخ وقابليهم بقى شوف أنت بل كده أيام الكابتن علاء الحمولي والشغبي مش فاكر التالت مين عتاولة ما حدش كان يقدر يقولهم تلت التالتة كاب لكن كان فيه ناس قاعدة قوية جدا بتحاسب وبتحط ضوابط لهذا الأمر النهاردة الصح ماشي مع الغلط فالغلط بيداري على الصح أنت فاهم إزاي الغلط بيداري على الصح أنت ما بقيتش عارف تصدق إيه ومتصدقش إيه لكن لو مرة واحدة لقينا حد بيتحاسب وبيعلن أنه هو ثبت وكذا كذا كذا كل واحد حينضابط والتحاد الإنجليزي يم بيقولك استأنف على أي عقوبة بيجي يقولك بس لو أنت لم تثبت حجيتك خدت عقوبة فتعنت عليها أي ممكن تضعف العقوبة فيبقى أنت وإنت بتقدم لأن تكون جد جدا وعندك الدليل لكن في نفس الوقت لو أنت مظلوم تعرف تاخد حقك عايزين شوية معايير بقى وعايزين شوية ضوابط عايزين شوية حساب حساب جد ما يكونش الناس اللي بتحاسب برضو عندها استعداد أنها تتوقع النهاردة الفار مثلا هو الفار ما بيرسط حاجاته بيفوت حاجاته هي دي المشكلة بتاعت الفار أنك أنت تقول طيب أنت ما استدعتوش فيدي ليه أو لما استدعتو فيدي وريته إيه وريته إيه يعني دا حيبان خالص في الماتش اللي فات دا طيب الحياة في حتة برضو هذا الاتهام الخطير هو هل لما الأهل يكسب يبقى لازم هذا المكسب محاط بريبة وشكوك واتهامات في الزمم والضمائر والأخلاق ما أنت قلت إفلاس بقى يا رجل دا آخر خمستاشر سنة آخر خمستاشر سنة في لقاءات القمة الأهلي فاز تلاتة وعشر مرة وتعدوا خمستاشر مرة والزمالك فاز أربع مرات في آخر خمستاشر سنة يعني حتلاقوا نسبة فوز الأهلي دا تلاتة وعشرين لأربعة إيه بقى هل دا منطقي هل دا منطقي أن تستكتر على الأهل يكسب المقلين تستكتر على الأهل يكسب المقصة فتضغط على الفريق المنافس ومدربه وأنت تعلم أنه تسيبك من المستكتر دا بيتهم الأندية دي وتحرد ضد الأهل عشان الناس سيلعب مبارح في منتهى القوة والعنف والخشونة عشان تحاول تثبت العكس فأنت مش وقد قالك أن أنت بتستفز المارد بجد لأنه من أول لما تقال والأهلي بقى أكثر تركيزاً واللعبة بقت أكثر حرصاً وإصراراً على المكسب الأهلي آخر اتنين وعشرين أو تلاتة وعشرين مباراة مع المقصة كاسبان خمستاشر مباراة يعني النسبة الأعام فوز الأهلي والطبيعية والمنطقية وكان معظم فترات المباراة دي مدرب المقصة مش محمد عبد الجليل اللي لعب ماتش واحد ضد الأهلي كان غالبيتها بيبقى كابتن نهايب جلال اللي ماسك الإسماعيل دلوقت فين المنطق؟ لكن حتى الكابتن عماد النحاس طبعاً السنة اللي فاتت كاسبان الأهلي ليه؟ ليه فكرة أن أنا ألاقي إعلامي رياضي لاعب رياضي بيستسهل اتهام الزملاء من المدربين واللعبين القدامى والسابقين في ضمائرهم المسألة مش سهلة بجد لو بيحاسب عليه هيخلي باله هيخلي باله أنه هو ما يقولش كلام إلا إذا كان متأكد منه إنما سهل جداً قول أي حاجة الشعبية الجدارة ده في واحد بيقولك الاثنين واربعين بطولة بتاعنادي الأوẽ منهم صح عشرين بطولة طب كيف أتنقص هذا العاقل لا تنقص ا PLAY ا ه كان قلk أدري عبدالعظيم بعد مبارات سنتة و تسعين مسك البرامج الرضاة في قناة الأهلي اللي ظهرت في 2008 يصد مجلة الأهلي لااً البرامج الرضاة في قناة الأهلي هو لازم يقصد يعني يصد هقول ايه لا أقولك في قناة الأهلي يا أخي أنا عارف أبراهيم أنا بقى أبراهيم ما انتش عارف أنا بقى يعني هو كان في حاجة غير قناة مجلة الأهلي